السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولاعجبكم لا تنسوا الشرق في القناة وضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد اللي اجداد على القناة والاقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة بسم الله انا غادي ندير معكم هنا واحد الخبيزات ديول الدرال اللي كيجوا رائعين وجربوهم ورضو عليها في التعاليق هكا كنديروهم في صباح العيد يعني كنحطهم في الطابلة ديال العيد خفاف وتيجوا خفاف هكا في الأكل وتيجوا خفاف الشكل بسم الله انا عندي هنا يوح الكمية ديالدراء اللي عودتها في النخل عندي دراء هكا البلدية اللي كان ناخدها هكا من طحونة ولكن كان عود نعود النخلها وكنحطها هكا في واحد الإناء وغادي نبدأ نعبر نعود الكسط الأول بسم الله وغادي نعود الكسط الثاني وغادي نعود الكسط الثالث هدو كيجوا حريشة ولكن تيجوا ولداد كندير هكا الكسط الرابع أنا كنت نعود الكسط هنا وغادي نعود الكسط ديال ديال الجنجلان ما يكونش محمص تيجون هكا خضر كندير نصف معلقة ديال النافع ونصف معلقة ديال حبة حلاوة وكندير نصف معلقة ديال الخميرة الفورية أو الخميرة حبيبات الخميرة تبقى على حسب الجو والسخون والهداء أنا نعود نصف معلقة هنا ما يعادل 1-4 جرام نعود معلقة ديال سكار ساندة وتضيف الملح حسب الضوء ونصف معلقة ديال والسكار قام بإucciاء معلقة دائية الدخول الأبيض أو اليوم تجمع لنظرية ونضيف لنصفح نضيف نظيف نضيف 80 جرم زبدة 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 نضيف 50 جرم زبدة نضيف 80 جرم زبدة نضيف 80 جرم زبدة سوف نضيف الكس كامل ونزيد قليل الماء هنا نرى قصحة سوف نزيد قليل الماء أسهل عجينة هي هذه الضراء وصحية أكثر يعني نقدروها للكم ولداتنا ونوجدها لنحتحنا أحضر قليل الماء ونرز نجدها عرب وقم سوف نجمعها ثم ترى قوامنا بجعلها خفيفة ونجمعها في القصعة سوف نغطي لها هنا ننضي لها البلاستيك الغذائي سوف نسرحه بحل هكا لأن القصعة لا تشدش فيها هكا سبحان الله هاد الاطين لا تشدش فيها هكا البلاستيك الغذائي سوف نضيفها هكا من الفوق نغطي باش نغطي بواحد المنديل نضيف المنديل ونجعلها تختامر حتى تختامر مزيان يضعف الحجم لها نجلب واحد الكاثرونة ونضيف معلقة سكر سانيدة ونضيف معلقة نضيف المربع المشماش نضيف حتى يتخلط لنا السكر حتى يتخلط لنا السكر نضيف الكريسة نضيف السكر حتى يقرب ونضيف حتى ينشف قليلا لننشف قليلا حتى ينشف قليلا حتى ينشف قليلا ونضيف حتى ينشف قليلا ونضيف هذا يبقى اختياري نرغب لنا الاختامر هنا أخذت إليه 20 دقيقة كي نضيف ونجلبها اللطة دينا ردهناها بالزيت وحطيناها. حطيتها على جن. صافيو كان بدنا نجمع بحال هكا كان بدنا نجمع. وكان ديرها على الشكل الطولي بحال هكا. انتم ما ديروا الشكل اللي بغيتو تقدروا تديروها هكا خبيزات تقدروا. وكان ستفى هكا في اللطة. هدو كيف ما قلت لكم نشاركم هكا نهار العيد بحال هكا نحطهم لوليداتنا ولنحناية. لان الجسم كيكون بقي مولف الصيام هدو كيكون خفاف. كنا ناكلوهم ما كيتقلوش علينا. والضراحة هي ندخلوها هكا في الاكل اللي راها هي صحية. صافيك نستمر علي بحال هكا. وعلى فكرة إلا عندكم ضراحة ما ما تخليوهاش تعطل بحال هكا اللي جبتوها تقدروا تطيبوها. بحالة ما بين 15 يوم او 20 يوم لان لابقات راها كتعطي واحد لمرورة. منين تاخدوها من طحونة تكون جديدة. صافيك نديرها هكا على شكل طولي. كنديرها وحالة شكل يل بتيبان. تستمرو عليه حتى كنكملو اللاطة ديانا كاملة. صافيك نقدوه بحالك في اللاطة. وكنبعدوها ورغا ديتشوفو معايا راها هكا تختامها راها تصفيض حتى كتلسق على بعضياتها. كنجيبو حد صفر ديالبيضة. وكندير عليه شوية ديال الخل او الحامض. صافيك نبدن دهن لك الوجه ديالهم بحال هكا. وحد دهنة خفيفة بحال هكا. كثما يكون بعدوهم هدو راه بحال هكا وغديب هكا وكت هي كتب حالك تسرح. يعني حتى ما فيهاش نشاق. وخدرنا دك الجمعة القديو الفورس راح ما كيجمعهمش. صافيك نستمر عليه حتى كنكملو. اللاطة ديالنا. هنرا خرجت معايا ستاشر حبة. صافيك بعد ما كندهنها كنجيب هكا ديو كنا نديرو حد تسوقها بحالكة طويلة. باش غدي نعمرها بالمربى. صافيك نستمر عليها بحالكة كنضغطو ضغطة خفيثة. صافي بعد ما كنكملها كجيب المربى بعد ما كيبرد تماما. كنبدو نعمرو هكا ديك البلصة هكا ديالتقاب. كتجي رائعة كتجي لديدة وجربوها ورطو عليها كتجي من اروع ما يكون. الفران ديالنا سخون على ميتين دراجة. كندخلوها الفران وكنخليوها. هنا خضت معانا خمسة وعشرين دقيقة باش طابت. لانا كنرضو على ميوتمانين ولا عندكم فران ديالجاز كتشعلو عليها هكا ملتحت حتى كتتتحمر شوية ملتحت وكتجمع عدا باش كتشعلوها شوية من فوق باش كتتحمر. صافي ورها كتكون موجودة والعافية كتكون شوية مهيلة ما تكونش العافية مجاهدة في الفران ديالجاز. انا عندي الفران ديالطو. ثم شفتو كتطيب من فوق ومن تحت بحال هكا كتجي من اروع ما يكون وكتجي من من قلد ما يكون. وبحال هكا نقدرون وجدوها في ايام العادية او في نهار العيد او يعني راه رائعة وجربوها وارطوا عليها في التعاليق. واش عجباتكم. ولك يعجبوكم بحالة الفيديوهات بحال هكا قلوها لي باش نبقى نحط لكم بحالة الفيديوهات ديال المعجنات لهكا اللي تيكونوا خفاف. وما تنسوش إلي عجبكم فيديو ما تنسوش شاركوا في قناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد. اللي جدد على القناة والاقدام. كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم. شكرا على المشاهدة وعلى التعاليق الزوين اللي كتحطوا لي. وقد نخلكم مع الصوار. ونقول لكم الصحة والراحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة